حوالات الإقناع كارلوس كيروش بالعودة للمنتخب ده الخبر التالي والحقيقة يمكن فيه رغبة كبيرة تحديداً عند حزم إمام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يرجع كارلوس كيروش خبر زي ده تقرأ على أنه تصريح أنه نهاية مرحلة إيهاب جلال التي لم تبدأ بعد أنا متعاطف جداً جداً مع إيهاب جلال مش لأني مقتنع بالمديل الفني الوطني ولا من المتحيزين لإيهاب جلال كمدرسة يعني أو كواحد من عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة أنا أسف لأقول الأهلي لكن عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة كلام على حزم إمام يعني اللي تواصل مع كارلوس كيروش اللي رفض بالمناسبة العرض اللي قدم لي من حزم إمام في حدود معلوماتنا ورفض على حد تعبير كارلوس كيروش نفسه أنه يشتغل مع مجلس بيترقصه جمال علام لكن في النهاية في محاولات من حزم إمام أنه يرجع كارلوس كيروش للمشهد مرة تانية ومفترض أنه في خلال الساعات اللي جاية هيكون فيه اجتماع أونلاين يعني فيديو كونفرنس هيجمعه لأنه راجل موجود في أفريقيا موجود في موزنبيق تحديدا في محاولة أنه يقدم له الضمانات الكافية أو يأكد له على أنه مش هيكون فيه تدخل في مهام عمله بشكل كامل من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة وبالتالي ممكن يكون فيه أرضية لرجوع كارلوس كيروش لكن أنا ما زلت عند رأيي لقصة قصة جلال ولا قصة قصة كيروش قصة قصة منظومة محتاجة تتهد وتتبني من جديد وده مش هيحصل بالتأكيد في يوم وليلة التشخيص معروف يعني التشخيص معروف والعلاق كمان معروف والأهم أنه يكون فيه رغبة أنا ممكن أو أنا مش خبير يعني أنا بعترف تماما أنه خبرتي في مجال الكرة ما هي أعظم حاجة في الدنيا لكن خبرتي في الإدارة أعتقد أنها عظيمة جدا حد درس وحد اشتغل وحد دور وفاهم يعني إدارة قصة الكرة في مصر قصة إدارة قصة طريقة شغل طبعا منهج عمل مش قصة أشخاص ما تتوقعش قبل أنك لو غيرت شخص ما كان شخص كان مسؤول في اتحاد الكرة أو كان حد في الجهاز الفني أنه النتيجة تختلف لأنه المنظومة الحقيقة تحت منهارة وأنا اتكلمت طبعا لتابع حلقة مبارح والتشخيص اللي احنا اتكلمنا فيه نتاج سنتين بتكلم فيها مع كل الخبراء والمحللين وناس اللي عندها خبرات كبيرة جدا يقدر يقول لك مشاكل الكرة المستوطنة من 10-12 سنة في الكرة المصرية فين وعلاجها إيه التشخيص والعلاج ورشدة زي ما قلت لحراراتكم واضح ومعروف وأبدا مش هيكون الحل أنك انت تغير جهاز فني بجهاز فني آخر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة